ماذا ده صنعاء في لحظاتها؟ قهر وبؤس وجوع وحقول ألغام طائفية حوثية فمنذ ثلاثة أعوام والحوثية تفتك بصنعاء ومؤخرا ضاعفت من الفتك وبلغ القهر مداه إذ تبدو ملامحه في وجوه اليمنيين الشاحبة وهم يعيشون في عاصمة حولتها الميليشيات الطائفية إلى سجن كبير وسوق سوداء تدر لها أموالا باهضة من أقوات الجياع تشتغل الميليشيات الحوثية بأساليب اللصوصية والجشع حيث تعمل محلات صرافة في كل شارع للتلاعب بالعملة وأسعار الصرف كما تعمل محطة غاز في كل حي سكني ومحطة بنزين في كل شارع وتتحكم بصناعة الأزمات في المشتقات النفطية بحسب الحاجة قادة ميليشياتها تشتري فلل وعمائر في كل حارة وحي أيضا وتحول الفلل إلى أوكار ومخاز تتهيأ لإحداث طراب أمني فيما لو تمكنت قوات الشرعية من تحرير صنعاء نهيك عن عمل محطات لتوليد الكهرباء في معظم مناطق صنعاء وبيع الوحدة بأكثر من 180 ريال من أجل ذلك ترفض الميليشيات تشغيل محطات الكهرباء الحكومية في حزياز وشملان تتعرض صنعاء لما يشبه طمسا شامل للهوية والتاريخ وضرب للمصالح واحتكار للمال والثروة والاقتصاد كما تتعرض أراضيها وعقاراتها للبسط وعمل أحكام قضائية بتملك أسر هاشمية حوثية بدعوى أنها أملاك لبيت حميد الدين ترجمة نانسي قنقر